موسيقى موسيقى اليوم كما ترون يصل المعتصم للإضراب المفتوح عن الطعام يومه السادس في صمت السلطة نفيذية وفي تواطئ مفضوح المجموعة المؤسسات لمقدرات أنها تفعل أدوارها لتعطينا حلول لهذه الأزمة التي خلقت وزارة العدل من خلال الامتحان التي شابته مجموعة من الخروقات وطبعه الفساد حيث أننا خرجنا بأدلة وحجج دامغة وتقدمنا مجموعة من المؤسسات ومجموعة من الهيئات الدستورية على رأسها القضاء رغبة وأملا منا في أن يتم إنصافنا ويتم حاسبة المتورطين في هذا الملف غير أننا بعد شهرين من النضالات وسلك مجموعة من الخطوات القانونية والقضائية نجد أنه لحد الآن لا يوجد أي تفاعل من طرف أي مؤسسة في هذا الأمر مما يجعلنا نستحضر هاجس التقاق في هذه المؤسسات ونتسأل هل هناك تواطئ في هذا الملف هل سيد وزير العدل يضغط على هذه السلطة هل سيد وزير العدل كما قال أن الملف طوية وسيطوى بسرعة فكيف يعقل أن السيد وزير العدل يتحدث بهذه التقاق الزائدة والتقاق المفرطة كأن لديه ضمانات ولديه قيود على السلطة القضائية لذلك فنحن نناشد الجهات المسؤولة والجهات العليا بالبلاد للتدخل العاجل والفوري لأن حياة هذه الأشخاص هم مواطنين وأهم حق عند المواطنين هو الحق في الحياة التي تكفله للمواطق الدولية والوطنية وكذلك هو واحد الحق إلهي كما كان يقولون الروح عزيزة عند الله فلذلك إذا كانت هذه الوزارة وهذه المؤسسات لا تبالي بأرواح المواطنين فكونوا أكيدين أن هذه الأزمة وهذه الفاسد غير يكون عندهم عكاسات كاريتية لأننا لا نستعدين أن ننضحه بالأرواح لذلك الشباب وذلك الكفاءات اللي ستمشي باطلا بسبب الفساد وبسبب التجاوزات اللي قام بها وزير العدل ومن معه اليوم ومن خلال مجموعة المعطيات اللي حاولنا أننا نأكدوها في الدولة الصحفية تكلمنا على المسألة التي ستتعلق بوضعية صحية دي المجموعة المضربين على الطعام هذه الخطوة هذي اللي احنا في نقاش مع حاليا مع الإخوان اللي هم اختاروها كفعل صعيدي اللي احنا كنا في البداية نرفضوه على أساس أنه تتمس بسلامة الصحية والجسدية اللي كما تتعرفوا في الحق في الحياة فهو أسمى حق من حقوق الإنسان فهذا ما يمكنش أننا ندخلوه في هذا الفعل ولكن دائما في إطار احترام دينا المواقف ديال الزملاء والإخوان ارتعينا أنه نبقى وفتحي النقاش معه إلا أنه تبين من خلال هاد المدة دي ستة أيام أنه كين واحد مجموعة ديال الإخوان اللي داروا تإضراب عن الطعام ودخلوه في أعراض صحية اللي كانت عندها تبعات المستوى الصحي والسلامة الصحية دياله لدينا تقريبا واحد أربعات الأشخاص بالإضافة لواحد طالبة متضررة لمضرب على الطعام كذلك لدخلات تهيال المستشفى ديال للعيشة وكانوا إجراءات كذلك على مستوى مستشفى ديال السويسي قسم المستعجلات اللي اخطينا في ليلتين بكامله ما على أساس أننا نشوف الوضع الصحية ديال واحد طالب اللي ممكن تدهورات الحالة الصحية دياله أنا اللي غنبين نقول نأكدو أن هذه الخطوة هي خطوة صعبة تتمس السلامة الصحية والجسدية في الحق في الحياة اللي هو أسمى حق من حقوق الإنسان نتمنى أن المسؤولين ياخدوا بعيد الاعتبار أن هذه الخطوات هي خطوات اللي ممكن أنها تككل خطورة على الوضع الصحية ديالهات المضربين على الطعام وممكن أن يكونوا عندها آتار سياسية كبيرة اللي نتمنى أن هذه الفاعلين السياسيين تكون عندهم إرادة سياسية قوية باش يلقوا حل لهذه المسالة هذه والفضيحة ديالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر